كيف تتعامل مع الكذب قال رسول بولوس لكنيسة أفسوس لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض في الإصحاح الرابع آية 25 اطرحوا عنكم الكذب وهذه كلمة قوية جدا كما الإنسان بيطرح الرداء أو بيطرح شيء عم بعوقه أو يعيقه في نفس الأسلوب يقول اطرح عنك الكذب يعني اتركه سيبه كليا وحتى تلبس أكيد رداء البر رداء يسوع المسيح الكذب إخوتي وأخواتي خطية شنيعة وفظيعة جذورها تأتي من المصدر اللي هو إبليس الشيطان اللعين الرب يسوع وصف إبليس قال عنه هو الكذاب وأبو الكذاب أول جملة نطق فيها الشيطان عندما قال لحواء أحقا قال الله يريد أن يشكك ويريد أن يكذب أقوال الله فهذا هو عمل إبليس هو أن يكذب أقوال الله حتى لا تؤمن الناس بالرب فالخطية خطيرة فالكذب خطية خطيرة جدا والكذب أيضا هي الخطية المصاحبة لجميع الخطايا عالة أي خطية ترتكب إذا كان خطايا جنسية أو خطايا العنف والقتل وإذا خطايا السرقة أو الشهادة فكل هذه الخطايا تصاحبها الكذب لابد أن يكذب حتى يبرر خطأ أو شيء معين فبالفعل الكذب هي الخطية اللي بتصاحب كل الخطايا